أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند تريند الفقرة دي النهاردة هيكون عنوانها الحديث عن مبدأ تكافؤ الفرص ما بين فرق الدوري العام وتحديدا الفرق اللي بتنافس على صدارة الدوري هل المبدأ موجود ولا مش موجود؟ هل فيه تكافؤ فرص ما بين الأهل والزمالك وبرامدز في المراحل الأخيرة من الدوري العام ولا ما فيهش تكافؤ فرص إطلاقا في الفترة الحالية؟ دايما بسمع كده من بعض مسؤولي الأندية ما فيهش تكافؤ فرص ليه الفرق دي لعبة قبلية؟ ليه الفرق دي وقد راحة أكتر مني؟ لكن تيجي تبص عند النادي الأهلي ما بتلاقيش كلمة واحدة بتتكلم في المنطق ده ولا في المعيار ده رغم أن على فكرة المنطق ده والمعيار ده كان سبب رئيسي من ضمن الأسباب الرئيسية اللي الأهلي خسر بسببها الدوري السنة اللي فاتت ومش هتكلم عن أمثلة كتيرة أنا هتكلم عن مباراة واحدة كانت مباراة الأهلي وغزل المحلة اللي تلعبت في المحلة اللي الأهلي خسرها بهدف مقابل لشيء رغم الأخطاء التحكمية للحكم محمد معروف وقتها لكن كلنا نتذكر أن وقتها المحلة لما لعب الأهلي كان لعب الأهلي هو واخد راحة أكتر من 14 يوم ولما لعب الأهلي لعب هو خلاص جاهز بدنيا وفنيا ونفسيا وكل حاجة ويقدر يعمل مباراة كبيرة مع الأهلي ويكسب ليه بفكر في المعيار ده وأنا اتكلمت عليه وقتها على فكرة أنا فاكر في رمضان اللي فات لالا قبلي كت مباراة المحلة وطلقت هنا في قناة الأهلي وتكلمت على الفكرة دي مبدأ أن فكرة أن كل فرقة تلاعي فرقة المسافات وموعيد الراحمة بين كل مطش والتانية مش متساوية خالص وتيجي تبص على باقي الفرقة تلاقي الموضوع مش معاها موجود مع الأهلي بس هل الأهلي بيتعاقب عشان بيلعب كل سنة نهاية دورة أبطال إفريقيا نهاية كأس مصر بينافس على الدورة الغات أخر مرحلة بيلعب كأس عالم أندية عنده أكتر لعيبة في المنتخبات الوطنية ما هو الأداء النتيجة والأداء فتعاقبني وتخليني ألعب مباراة دوري مطلحقة بشكل متتالي وعدد الأيام ما بين كل مباراة التانية ما فيهاش فير ولا فيها تساو مبيني وبين الفرق اللي بتنافس على الدوري لا إبا لازم نعمل ستوب هنا ونشوف الموقف ده ازاي يتعدل لأن مش معقولة أجي السنة دي برضو هواجه نفس الأزمة بتاعت السنة اللي فاتت وما تتحلش طيب الأهلة لما لعب سموحة في الساد الأسكندرية وخسر بنتيجة 3-2 تتذكروا كده آخر مباراة سموحة لعيبة في الدوري كانت إمتى قبل ما يلعب الأهلي سموحة آخر مباراة لعيبها قبل ما يواجه الأهلي كانت يوم 17-6 17-6 أمام الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 واجه الأهلي إمتى؟ يوم 29-6 يعني فرقة واخدراحة من 17-6 لـ 29-6 وفرقة تانية في الفترة اللي 12 يوم دي لعبة 3 مطشاط لعبة 3 مطشاط ومطشاط مع مين؟ زمالك برامدزي في الكاس فمباراتين قوياتين جدا على المستوى الفني وعالمستوى البدني خد فيهم أو خدوا منك مخزون بدني كبير جدا فبالتالي أدي معيار مطش سموحة الأهلي خسروا 3-2 وكان خسران 3-0 رغم أن الأهلي لعب مباراة على المستوى الهجومي كبيرة جدا وضيع فرص كتيرة لكن برضو إضاعة الفرص الناس كم تتسأل ليه الفرص دي كلها ضاعت؟ لو تبص على مدة الراحة ما بين مباراة سموحة والجونة وسموحة والأهلي والأهلي مع برامدز والزمالك ثم لقاء سموحة فرق شاسع فطبيعي جدا اللعبة لما تيجي تلعب مباراة زيديت لا فيه تركيز وفيه إجهاد زهني وفيه إجهاد بدني وفيه إجهاد عضلي كل دي تفاصيل ممكن تكون مؤسرة بشكل كبير كل ده أنا مش بقول مبررات أنا بس بسرد لحضراتكم بالتواريخ اللي بيحصل السنة دي في الدوري وده اللي حصل السنة اللي فاتت ومحدش واخد باله من التفاصيل دي اللي البعض ممكن يعتقد أنها تفاصيل صغيرة لكن والله العظيم فيه فرق بتبني عليها سنة كاملة مظلومية طب ده معيار تعالى معيار تاني مش بتكلم عن مباراة الجونة النهاردة على فكرة الجونة آخر مباراة لعبة مع المؤولين كان يوم 1-7 الاهلي لعب 2-7 وسافر عشان يلعب النهاردة 5-7 يعني حتى لعب بعد مطش الجونة والمؤولين بـ 24 ساعة مش لعبه في نفس اليوم لكن ما علينا خذوا بالكوا بقى من اللقطة اللي جاية دي لأن اللقطة اللي جاية دي تخلي الواحد يسأل ويطرح تساولات عديدة الاهل والزمالك يوم 21-7 21-7 طيب احسك كده من 28-6 لـ 21-7 بنتكلم في قد ايه حوالي 23 يوم 3 أسابيع وأكتر بيومين في الفترة دي الاهل هيلعب كم مباراة الاهل هيلعب خمس مباراة خمس مباراة 29-6 كانت مع سموحة قدامكم على الجدولة هي مباراة الاهل حتى نهاية كأس مصر 29-6 أمام سموحة 2-7 أمام بتروجيت في نصف نهاية كأس مصر للموسم القديم اللي أحد الفرق كان طالب إن الكاس دا يرجع عشان يبقى فيه إجهاد للآلي فيلعب مطشات أكتر ولعل لو عسى يمكن يخرج قدام بيرامدز لكن الآلي كسب بيرامدز وكسب بتروجيت ووصل لفاينال الكاس لكن ضغط الآلي ولعب مطشات أكتر رغم إن تأجيل الكاس لكل الفترة دي ما كانش مسؤولية الآلي كانت مسؤولية الأستاذ أحمد مجاد اللي كان بيدير الاتحاد اللجنة الأحدية السنة اللي فاتت هيلعب مع الجنة النهاردة 5 سبعة هيلعب مع فيوتشر يوم 12 سبعة هيلعب مع بيرامدز 16 سبعة يعني خمس مباريات في ظرف حوالي 17 يوم ثم مبارات نهاية كأس مصر في اليوم الـ 22 و21 سبعة طب المنافس اللي علعبنا يوم 21 سبعة نادي الزمالك منذ مبارات سيراميكا يوم 28 ستة عنده مباريات إيه؟ ماتشين بس تخيلوا ماتشين بس فيه انت كافوا الفرص هنا علعب نهاية كأس مصر ورمضغوط 5 ست ماتشات والفرقة التانية بتلعب ماتشين بس طب ليه ما حطلوش مبارات كأس الموسم الحالي؟ ما فيه فرقة النهاردة هتلعب في الكأس يعني ما كنا بنستعرض مباريات النهاردة لقينا النهاردة سموح هيلعب كفر الشيخ طب ليه إذا مالك مش هيلعب في فترة الإسبوعين دول ماتش في الكأس؟ إذا مالك من 28 ستة لتنشر سبعة 14 يوم أجازة 14 يوم أجازة دي فرصة تعمل استشفى، ترجع المصابين، تعمل فترة إعداد تانية فترة إعداد تانية فـ 28 ستة لعب سراميكا في الدوري 12 سبعة هيلعب المقولين في الدوري 16 سبعة الزمانك وغزل المحلة وبعد كده 21 سبعة الأهل والزمانك في نهاية كأس مصر أي مبدأ تكافف فرص بنتكلم عليه؟ أي مبدأ بيتكلم عن العدالة ما بين فرق الدور العام بالجدول اللي احنا شايفينه ده على فكرة ده دي بس كده إيه؟ يعني حاجات بسيطة وإحنا بنقل في جدول الدوري ده فيه تفاصيل تانية وفيه ماتشات تانية هنتكلم عليها في الحلقات اللي جاية حتى في تعينات الحكام بكرة أكشفلكوا على يعني كوارث في تعينات الحكام كوارث في تعينات الحكام يعني الحكام بيتعينوا في ماتشات كتير جداً لبعض الفرق كتير جداً بالعشرة والاثناشر ماتش عدد الراحة والأجازة ما بين مباراوة تانية لفرق ممكن توصل لخمس ست أيام واثناشر يوم والأهلي كل اتنين وسبعين ساعة مباراة هو أنا بتعاقب عشان بوصل نهاية إفريقيا بتعاقب عشان بمثل مصر وأفريقيا في كاس عالم أندية بتعاقب إن عندي أكتر لعيبة بتلعب فيه المنتخبات الوطنية السنة اللي فاتت تلقى لخسر الدوري في سبب المعيار ده الماتشات متلاحقة الماتشات متتالية ما فيش راحة ما بين الماتش والتانية على الأقل لأ 4-5 أيام لا اضغط 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 ماتشات كلها أربعة ده من 28-6 لـ21-7 هلعب ست ماتشات والمنافس بيلعب ثلاث مباراة عنده 14 يوم أجازة ليه ما لعبش مباراة الكاس مع الإسماعيلي ما عنده مباراة مع الإسماعيلي في كاس مصر هو الإسماعيلي مثلا النهاردة بيلعب فيه الرابطة طب الإسماعيلي النهاردة بيلعب فيه الرابطة وصل لمرحلة الثالث والرابع يوم 7-7 يوم الخميس بس من 7-7 لـ21-7 فيه خمس أيام هل ما كانش مفروض يتحط مباراة الزماني كل الإسماعيلي في الكاس؟ هل كان المفروض مباراة الربطة اللي ما لهاش دور ولا تفصيلة في مسألة المشاركة الإفريقية هي دورة ودية هل مش كان الأفضل تتأجل لبعد مباراة الدوري؟ هل نأجل فترة الدوري والكاس في الفترة دي أسبوعين وندغط الأهل بمباراة محلية مقابل أن فرقة تانية تريح فلما تيجع على نهاية كاس مصر تبقى واخدم ساحة زمنية جيدة قبل ما تلعب الأهل ما هو لما نيجي نتكلم في الأمور الفنية ولما نيجي نتكلم في مسال الاستعداد الخاصة بالأهل والإصابات العضلية وعدم ظهور اللاعبين بشكل جيد لازم برضو نحط أسباب هل ده من السبب الرئيسي؟ أنا شايفه سبب رئيسي وجوهري في الأداء والنتاج اللي احنا شايفينها لفترة الأخيرة بس مع ذلك محدش واخد باله من التفاصيل دي محدش مركز في التفاصيل دي فرقة من 28.6 لـ 12.7 أجازة أجازة ليه؟ هي مثلا لعبت في الدوري 27.28 ماتش ولسه فرقة الدوري لسه بتلعب لـ 22.23 ماتش ما كله لعب زي بعضه ايه المشكلة؟ ما كنت تلعب مباراة في الفترة الحالية؟ ايه المشكلة؟ كنت تلعب الزمانك والإسماعيلي في الكاس؟ مباراة الرطة إقامتها في التوقيت الحالي أضرت الأهلي على المدى البعيد بالنسبة ليه ضغط المتشاط في الفترة اللي جاي حتى بيرامدز نفسه يعني حتى بيرامدز مش بيلعب فيه مباراة الرطة برضو واخد مساحة زمانية وفترة راحة قبل ما يواجه الآلي يوم كام يا جماعة يوم 16.7 نفس الفترة الزمانية اللي واخدها الزمانك بيرامدز واخدها بعدد أيام أكتر بقى مش 14 يوم بس بنتكلم في 8-9 أيام نفس الفترة فكل ما هتلاقي فرقة هتلاعب الأهلي هتلاقي الراحة الزمانية ليها أكتر من فرقة الأهلي وتيجي تبص على المتش وتحلل المتش ساعتها بقى أصل المدير الفني الجديد لسه ما قراش اللعيبة ومش فاهم إمكانيات اللعيبة أصل اللعيبة مستواها البدني والفني مش كويس أصل فرقة الأهلي مجهدة تم تبصوا على جدول الدوري شوفوا اللي بيعمل الجدول ده بيعمل إيه اللي ضغط الأهلي بالشكل ده ضغطه إزاي الفرقة المنافسة لينا واخدر رحضي كلها إيه أدين اتكلمت في آخر 15 يوم بس لا رجعت لشهر 4 و 5 اللي فات ولا لسه دخلت في شهر 8 اللي جاي لأن لسه فيه كلام كتير فيه الفترة اللي جاية على ضغط المتشاط لأن نفس الأزمة دي اللي خسرت الأهلي الدوري السنة اللي فاتت بتتقرر السنة دي بنفس الطريقة وبنفس الإسلوب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف الأهلي إزاي بيستعد لمباراة الجونة ونتطمن على الفريق اللي سافر بالأمس إلى الغرداء ودخل معسكر 24 ساعة استعدادة لمباراة اليوم المؤجلة من الجولة التسعة في الدوري العام